الجهاز الحكومي في الكويت يعيش حالة استثنائية وتاريخية لأول مرة في تاريخ الجهاز الحكومي في الدولة كل القيادات تقريبا المتوسطة في الدولة غير موجودة إما استقالها أو إحالة للتقاعد وهذه فرصة أن نحن نحول هذه الظروف إلى استثمار بشكل جيد لتحقيق مطلب قديم كأننا دائما نسمع عنه لكن ولا مرة شفنا جدية من الحكومة وهو دمج الهيئات كثير من الهيئات في الدولة متشابهة في الأعمال ودائما نسمع بأن فيه توجه لدمج الهيئات وإلغاء بعضها لكن دائما ما يكون العائق بسبب القيادات اللي تكون موجودة اللي ما نعرف شون نتصرف معاها ودائما تجي المقاومة منهم لأن ما أحد يبي يتنازل عن صلاحياتها أو من منصبه فهذه فرصة لك يا سمو الرئيس قبل لا تنتهي إجازة ناعة السنة وأنا أسمع أنه في توجه للحكومة أنهم يستعجلون تعيين القيادات الوسطى في الدولة على بداية شهر واحد هذه فرصتك أنك تستعجل دمج الهيئات وإلغاءها هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية فلأول مرة أيضا في تاريخ الكويت ما في وكلاء مساعدين وفكرة الوكيل المساعد مع التطور الرقمي اللي من المفترض أن يكون في الدولة وهذا ما تم في برنامج عمل حكومة أنه خلال أربع سنوات 80% من خدمات الحكومية راح تكون إلكترونية ما عاد في حاجة لمنصب الوكيل المساعد فأنا أقتلح بأن يتم استبدال منصب الوكيل المساعد وإلغاءه واستبداله بنائبين فقط لكل وكيل وزارة نائب معني بالشؤون الإدارية والمالية وتحت المدراء في القطاعات والإدارات المعنية بهذا الشأن ونائب آخر معني بالشؤون الفنية في الوزارة وتحت أيضا القطاعات والمدراء في هذا الشأن ونعيد مكانة وقوة المدير المدير في الإدارات الحكومية غالبا بيكون شاب يكون حيوي أكثر ويكون عنده قابلية أنه يستقطب التحول الرقمي اللي موجود في برنامج عمل الحكومة كثر ما قللنا قيادات كثر ما سقرنا حجم الحكومة كثر ما الدورة المستندية مشت أسرع كثر ما حمينا الجهاز الحكومي من الضغوطات والتعيينات والواسطات والمحسوبيات كثر ما يصير عندك إدارات وايد كثر ما يصير عندك قيادات وايد كثر ما دائرة القرار تكون معقدة وصعبة كل دول العالم المتقدم في أجهزتها الحكومية تسعى إلى حكومات أكثر رشاقة حتى عجلة التنمية تكون مستمرة بشكل سريع هذا الاقتراح اللي أنا تقدمت فيه اليوم رسمياً لمجلس الوزراء ورفعت لمجلس أمه على أن يحيل لمجلس الوزراء مرتبط بشكل مباشر بجدية الحكومة برغم أن المؤسسات طبعاً ويستثنى من هذا القرار بعض الجهات ذات الطابع الخاص كالمؤسسات العسكرية على سبيل المثال أو ربما بعض القطاعات الصحية لكلها طبيعة خاصة هذه القطاعات لها استثناء بشكل طبيعي أما بالشكل العام فنكتفي به نائبين للوكيل فقط وإلغاء الجهات والمؤسسات والهيئات ذات الطابع المتشابه